بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قبل قليل كنت أطلع على صحيفة الجارديان التي تؤكد أن هناك صاروخا صينيا ظل طريقه في الفضاء وسوف يصطدم مع القمر خلال أسابيع قليلة طبعا المقالة تقول بأن هذا الصاروخ كان يظن أنه صناعة أمريكية من صناعة شركة سبيس إكس المعروفة وكنا قد تكلمنا عن هذا الموضوع قبل أيام بناء على الأخبار التي جاءتنا من شركة أو من مدير شركة سبيس إكس الأمريكية ولكن هذا الرجل عاد وغير قوله وقال الصاروخ ليس أمريكيا بل صينيا ولكننا لا نعلم أين هو ولا نعلم طبيعة هذا الصاروخ ولا نعلم هل هو تابع لنا أم تابع لشركة أخرى على الأرجح أنه من صنع الشركة الصينية وسيصطدم مع القمر أيضا طب يعني ماذا تستنتجون أيها الأحبة من هذا الكلام أنه ليس هذا هو الصاروخ الوحيد الذي ظل طريقه في الفضاء هناك صواريخ عديدة ولكن وكالات الفضاء العالمية لديها أسرار مثل ناسا مثلا وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لا تصرح بكل شيء ولا تقول كل شيء لديهم أسرار يتكتمون عليها هذا أولا ثانيا على الرغم من التطور العلمي والتكنولوجي والتقني الهائل في مجال المعلوماتية ومجال التكنولوجيا والاتصالات الرقمية على الرغم من ذلك يعجزون عن السيطرة على صاروخ قريب منهم يعني هو ليس في مجرة أخرى مثلا هو داخل إطار المجموعة الشمسية والمجموعة الشمسية بالنسبة للمجرة مثل ذرة مثل ذرة بالنسبة للأرض لا ترى يعني إذا خرجت خارج المجرة لا ترى الشمس أصلا يمكن أن تراها كذرة صغيرة لذلك أنت ضمن هذا المجال الضيق لم تستطع لا المحافظة على الصاروخ وهو جسم صغير يعني قياسا بكتلة الكواكب والكويكبات والشمس والقمر ولا تعرف أين هو إذا ظل طريقه ولا تستطيع التحكم به ولا الإمساك به طيب كيف بخالق السماوات والأرض الذي يمسك بكل جزء من أجزاء هذا الكون تصور لو أن هذا الكون ليس له إله كما يدعي بعض الملحدين كيف ستتماسك أجزاء الكون كيف ستتماسك هذه المجرات وتدور وتتحرك وتسبح في نظام بديع من هنا أيها الأحبة يجب أن أتذكر وأستخدر عندما أقرأ مثل هذه الأخبار العلمية يجب أن أستخدر قول الله تبارك وتعالى عندما قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً حليماً عليكم أو عليك أيها الإنسان لأنك تكفر بالله وتجحد وجود الله على الرغم من الدلائل الواضحة أنت قطعة معدن هي عبارة عن صاروخ أو مركبة فضائية لم تستطع التحكم بها فهل يعقل أن هذا الكون كله بأجزائه المترامية الأطراف والكون الواسع والشاسع مليارات من السنوات الضوئية أقطار الكون مليارات من السنوات الضوئية 13 مليار سنوات الضوئية على الأقل نصف قطر الكون طيب كل هذا الكون وكل هذا النظام وكل هذا الإبداع بالصدفة يمشي لوحده هكذا ليس له مسيطر ليس له حكيم عليم ليس له مبدع سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات يمسك كلمة يمسك هنا أيها الأحبة إشارة لقوانين الجاذبية التي بسببها يتماسك الكون قانون التجاذب الكون هو الذي يمسك الكون بإذن الله سبحانه وتعالى القوانين التي أودعها الله في الكون مثل سرعة الضوء الثوابت الكونية الأساسية كتلة إلكترون وسرعة الضوء وغير ذلك كلها هذه تجعل الكون متماسكا متوازنا إن الله يمسك السماوات والأرض أنت زولا يعني لو اختل قانون من هذه القوانين ألم تسأل نفسك لماذا قانون الجاذبية ثابت لا يتغير لماذا قانون سرعة الضوء ثابت لماذا القوانين الكونية ثابتة لا تختل أي خلل في نظام الجاذبية سيؤدي لانهيار الكون تخيل تخيل فقط كرة الأرضية لن نذهب بعيدا هذه الكرة الأرضية أخي الحبيب لو أنها فقدت الجاذبية لو أن قانون الجاذبية قال أنا لن أعمل اليوم استكبر عن أمر الله وهو مخلوق طبعا القوانين الكونية مخلوقة وتعمل بأمر الله إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون تصور أن هذا القانون ذات يوم قال أنا لن أعمل عندما تتوقف الجاذبية هل تعلم ما الذي يحدث؟ لدينا مليارات الأطنان الطبقة الأولى أو طبقات الغلاف الجوي تزن أو كتلتها تبلغ مليارات الأطنان من الكيلوغرامات تصور لو أنها وقعت فجأة على الأرض وهي جزء صغير من السماء لأن السماء تبدأ بالغلاف الجوي هو أول جزء من السماء الطبقة الدنيا من السماء هو الغلاف الجوي ثم حتى آخر نجم كل هذا اسمه السماء الدنيا طيب جزء بسيط من السماء الدنيا لو وقع على الأرض وهو الغلاف الجوي ما الذي يحدث؟ سيغرق الأرض ويدمر الأرض تماما طيب إذن هذا يعني نحن الآن نستطيع أن نتخيل سقوط الغلاف الجوي على الأرض ومن العلماء من حسب ذلك بالأرقام وقال لماذا هذه المليارات الأطنان الموجودة في الفضاء عفوا في الغلاف الجوي فوق رؤوسنا لماذا لا تقع على الأرض هناك قانون الكثافة هو الذي يحملها الأخف يصعد للأعلى والأثقل ينزل للأسفل فبخار الماء أخف من الهواء كثافة كتلته أو الوزن الجزئي أو الكثافة أقل من كثافة الهواء فيرتفع للأعلى طيب هذا الغلاف الجوي وهو الطبق الأولى من طبقات يعني لو صح أن نسميه الجزء الصغير من السماء الأقرب منه لو هبط ووقع على الأرض لأفنى الحياة على ظهر طيب الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوفه الرحيم لاحظتم أيها الأحبة؟ هناك قال حليما غفورا إنه كان حليما غفورا ويمسك السماوات والأرض أن تزولا ولأن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده يعني لا أحد بعده يمسكهما أو يستطيع أن يتحكم فيما طبعا بالفعل أن علماء الدنيا بكل التكنولوجيا لديهم عاجزون عن التحكم بقطعة معدنية تسبح في الفضاء هي قمر صناعي أو هي مركبة فضائية عاجزون بل أخطأ لا يعلمون هي من صناعة من؟ صناعة الصين أم صناعة أمريكا أم ماذا؟ فكيف إذا انهار نظام الكون وتفتت هذا؟ من يستطيع أن يمسك هذا الكون؟ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا حليما على عباده على الرغم من معصيتهم غفورا لهم على الرغم من جحودهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى وفي الآية الثانية ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوفه الرحيم لم تقل الآية إن الله بالمؤمنين لرؤوفه الرحيم أو بالعرب أو بالمسلمين لا بالناس حتى الملحد رحمة الله تشمله لذلك أحبتي في الأن أحبت اليوم فقط أن أحدثكم عن هذا الخبر العلمي وأعلق عليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وينبغي أن نتذكر الله عز وجل أو آية من آياتنا أو حديث من أحاديث حبيبنا عليه الصلاة والسلام كلما قرأنا خبرا أو نبأا علميا لأن القرآن لم يغادر لا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهم الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء كل شيء لابد أن تجد إشارة له في هذا الكتاب العظيم وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا